السلام عليكم ايشنا حويلكم شهر نهاركم زي نهاركم مسعد عيه مني سلكل فيديو جيد في شهر سيدي رمضان شنية بارتي اليومة وجبت لكم مزيد احوي جحلوها كما قاعدين نشوفو هو اليو يو اليو يو بطريقة اليومة نعرفكم بعد الفيديو باش تجربوا رسيت على خاطر جيني سيفة يو يو يا عمل 66 كيف بالحقا اينا بديوا بسم الله نتوكلوا على ربي وديما نصليوا على سيدنا الفوليزي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اي بديت نحذر في المكونات ايه حبكم تكتبوها المكونات وستعملوها ديمة ديمة هذي في اليو يو اكعو هذي اخر رسيت في اليو يو على خاطر بحق جيتني يسر مزينا ايا بالنسبة للحلوة البات ما كم تعرفوا اليو يو فيها شحور حتيت كان زوزم غارف سكر اعظيمة كعو بالنسبة لي ايني عملتلك اسحين به مزيان تنجمو ضعفو في الكمية توابه بالنسبة لليو غورت الطبيعي بيش نحط كان زوزم غارف كان زوزم غارف يو غورت طبيعي احسبوه تاكوردو عظيمة زوزم غارف سكر زوزم غارف كبار مليانين يو غورت طبيعي وسكر فانيلي على خطر حتي تاكل عظماء بيه ما عندكش سكر فانيلي تنجم تستغنى عليها تعمل عصيرة قارس باكو كامل خميرة قطو وباش نحط ربوها مغارفة متاع قهوة خميرة خبز اذي هي اللاسيوس المزيانة بالنسبة للزيت النباتي حتيت ربع كوب اكهو ربع كوب اكهو معنى حتيت اني توا الخميرة مبعد باش نحطها اول مرة نستعمل الحقيقة خميرة الخبز في البات متاع اليو يو اول مرة بصراحة اما ما كنتش نتصور النتيجة النتيجة باش تكون كيكة بصراحة ابداع قد بنشكر بالحق المرياضية ومنكفيش المهم ايا سيدي اول حاجة باش نبداو بيها نركضو هكي العظيمة بيديتنا اكهو فامل حتي ليستعملها ركظة حتي بيدك يزي فيها البركة المهم الزيت وك السوئل كل مبعضها ليني تبدلك اللون العظماء هذي كي يولي لونه فاتح ومن بعد شو نكملو نضيفو الفيرينا الفيرينا هي بالتدريج معناي على حسب الخليط متاعك بنيش مش نعطيك قياس اني اعطاتني هيكيكة حكار 300 جرام فيرينا دجو متى تستحق المتين وخمسين جرام فيرينا اكهو معناي عينك ميزينك تكون بات مت وسطة مش يبسة هني ملول حتيت ميتين وخمسين وبعد كملت تكملت كيكة حكار ميتة جرام اخرى معنايها 300 كيكة وإلا خمسين جرام اكهو معناي الكل في الكل 300 جرام ما جيتني المهم حتيتك الباكو خميرة حلاويات اللي قياسها 10 جرامات وهو مش نوريكم بالمغرفة قديش مش نحط خميرة خوبص ترتوفة ترتوفة معنايها كيكة كاريتها مغرفة صغيرة متاع القهوة ومغرفتي مش كبيرة راهوة ترتوفة دوبليش ومش مش نخلي العجينة تخمر راهو اما عندها دور انها انها وكهوة توقيت عملوها تنذكروني بربيك ان اعملتوها أبعثوني تصوركم كل عادة على الانسجرام وعالباج متاعي بيهوة حب نشوفكم كيفيش عملتوه كيفيش جووكو حصيلوا العجينة اللي الامينة مخليتهش ترتاح طول طيبتها طول معنايها حتيتها فوق الوجق وشكلتها التشكيله معناي بتاع اليو يول عادي وكهوة نحيت لهنين بعد الكلم غير في ايديكم شيت بدايتي بتبيع بش اللم الباد متسحقش للعجنين فيسع فيسع ما تتلم المهم يدخلوا المكونات لكل ما بعضهم وتتلقاوا بطبيعة الباد مهيش كي ما نقولو جيرية مش هي تتلصق لا تكون شدة روحة متوسطة هبش نوريكم حاصيلوا بعد ما نكمل نوريكم كيفيش شكلها ايا سيدي كاملنايها ركحنا الشحور دي ما عندي طايب وحذر محطوط في الفرجيدير جي سخنتو اكهو الشحور متاع اليوم عملت زوز كسين سكر عليهم زوز كسين ما عليهم عصره قارس تحطه مضملي فوق الجاز يغليو بعد ما يغليو اخر حاجة يوليو عاقدك شوية تحطه مغرفه على الترشياء وتفكرني خاطر هذيك اللي سيدي بنن اليو يو بالكديه بالكديه حاصيلوا بش نوريكم شكل البات كيف نوريكم شكل البات كيف نوريك شوفوا كيف نوريك لا هي اللي تلسق لا هي بسا برشا كيف تشبه للبات السابلي الرطوبة بتاحة بتبيع بش نستعملوا طوى فارينا خاطر تلسق برشا في اللوجاق عاك استعمل الفارينا وحلها نوريكم السمكة متاحة كيفش يزم يكم هيش تكون رهيفة عادي كعبة اليوم وفي نفس الوقت متعملوا هيش يخشينا برشا بش مجيكش متنة كامل داخل ولا كيفش يقولولها متنة المهم انها تكون متوسطة عاملوا كيف انتوما وجربوها جربوها لسهرية الليلة وعملوا معها القيوة عربي وعملوا عليها جو تشيخوا عليها ايه خليني يكمل تاوي تحلها هيذي اللي تلعين ونطيبهم وبعد نحطهم في الشحور ونزينها مورش عليهم شوية لوز شوية فزق ولا شوية جلجلين كما تحبوا اشتركوا في القناة 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 من الداخل ونبعد نعمل قيوتي حتي تسحين فوق الطاولة وكهو ايه تو بش نعمل عشية وش نعطيكم مدباركة سريعة بش نعمل اليوم يا سيدي جيج مشوي في العلب حم معني دي ماء في الصباح في الصباح اهم حاجة في الصباح ونبعد انتي طيبو كيكا قبل المغرب بنصيف ساعة ولا بنعرش وقتيش المهمة تكون اللفاح متاعو كيما العادة والعويد انو يكون مصبح تشرب طرف الدجاج يلي كنفاح الكل ويجيك الدجاج خفيف وتيب في ساعة زيدا المهم خليت زو سنينة الثوم برشتهم نستعمل اليوم ما زيدا الموتار دو بش نستعمل اليوغورت طبيعي اليوغورت ياسري بننا الجيج مغرفة كبيرة يزي فيها البركة مع شوية ملاح شوية في الفلكحل شوية كركم زيدا وبش نحط الهروس كان حبيتو كان ما حبيتوشي الهروس مش لازم تحطوه شوية زعتر وقل كليل كان حبيتو زيدا دي ماني كان حبيتو كان حبيتو اما يجي فيها خاطره لك علي ودي ما حسب الضوق كل واحد وضوقه الهروس يبنلي اني لحقيقة اي حاجة نحطو فيهم نارش عليش خاطر نحبه واكعه وغرام واكعه المهمش نحط زيت زيتونة حليتك الهروس بالقدي 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 نصوب شوية زيت زيتونة والقارس ما تنسوش يزيد القارس يبنل بالقدي ومبعد نشد الفخوضة متاعنا ننقبوهما كياب السكينة ونحطوهم فك الصحيفة هذيك ونغطيو عليها انسيها توا ذيك خليها على شيرة ذيك دور بنوتي اللي بيشتشوين بعد وتعمل عليه جو كيما نستخلو عادك الكانون وكالجوة نعملو صليتها مشوي المهم بعد ما كملت الخلطة هيكي شو بش نعمل بها يزمني سوس نعديو بها اللي هي سوس اليوما كمونية كبدة الجيج برشة نوس بتحبش كبدة الجيج هنا حطيت مغرفة متاردة لحقتها الحوق خطر نسيتها مغرفة متاردةsell زيدة يبنن برشة الجيج نرجعو الكامونية كبدأ الجيج عليش قلتها خطر برشة نوس متحبش كبدة الجيج ما تكلهيش ما تعملهيش بالنسبة لنا احنا مثلا اللي هي اني وعايلتي ووليدي وكل يحبو الكبدة الجيج هيك عليش انطيبها الكامونية متاع كبدة الجيجي جين يبني نحصل للدنيا وعلى محلها نعطيكم الطريقة اللي متعرفهيش بطبيعة هانا تجربها وعلى ذمينتي بقدرة ربي تجيك عسل بنينة 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 بيه انتوما هما العسل وكلمة عسل دي ما في فمي خاتر بالحق بسنسا بيها وبراء اي حاسيلو كملت تريفة تجيساين خليهم على شيرو بش نمشي عدن طيب حاجة اخرى اكيد المهم مع الكمونية بش نعمل شربة هي شربة عدس اليوم عملتيش لقيقة من اول رمضان بش نوريكم زيدة فيسا فيسا هكا على سريع الطريقة سهلة هي كل شي في البرد من بعد نفوحوها معنية حتي تكلافز حتي ترسب سلق السيتو كيف كيف سنينة الثوم حتى من غير ما تقص خطريني من بعد بش نرحي معنية تريفة الحمى فروم في وسطة زادة بش نحطه ونحط عليهم الماء سخون ونحطها طيب على سحفة عدس اكيد الاهم حاجة هو العدسة حتيت العدسة خسلته بتبيعة وسقطرتو وطوى بش نحط الحمى الحمى فروم فما اللي يحبي حتي تيب الحمى ما اللوش في وسطة كما تحب المهم فما زادة اللي يحط كعيبة باتاتا اني لحقيقة استغنيت عليها خطر تبدأ خافرة برشا واني منحبهاش خافرة المهم صبيت الماء وحتيتها توفق القهزة تطيب ومبعد ما تطيب بتبيعة باش نفوحها قبل ما نفوحها يزمني نرحيها ومبعد ما نرحيها نحط لها زيت الزيتونة والملح والفلفل أكحل والكروية والتيبل والكركم والجو هيكل بيه بالنسبة لكبدة الجيج اليوم قصيت بصل يزمول هنا البصل جويد 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 بالقدي بالقدي أهم حاجة مزموش يكون ما نخشين ومعهم سنتين ثوم ولات لك سنينات كما تحب انت ثوم يبن الرعوة الكبدة كقصيتها وحتيتكري وانتي صغيرونا في بلاس اللي يني نعمل سالسة ولا نعمل حاجة مع الجيج المشوي قلت نعمل كمونيت كبدة الجيج الي هي بالحق خفيفة تجيكم وتشراه المهم بعد ما كملت قصيت البصل والثوم كما قلت لكم نقصوا حاكا جويد بالبي بش نحطهم يتقلوا في الزيت الزيتونة بتبيع بش الرشالية مشوية كركم مشوية في الفلكحل والملح زيدة ميسيش خاطر ذي للحملة جيج معنا بش ميي بيس نحطهم لكل غاديكا ونبدأ نطيب معطمتومة اكيد معجونة مش برشة معطم معجونة بش مجيش هكا قوية جي خفيفة سوسة ذي كيكم غير فيزي فيها البركة متزيد لها بتبيع الفلفل احمر قرزت لها الهروس وقليتهم بالماء سخون وبعد اخر حاجة اخر حاجة كيفي قرزتها نرمي لها مغير فاكية والاربوعة مغارفة صغيرة متاع قهوة كم هون اكاو اكاو يعني بعد ما تقليت لها هنا مش نمشيخ عليها عاد ومش نطيبها كيكم برا لي حتى وكين ترتوفة صغيرة معنيها وكروينها صغيرة نعملها لها جوين نبدأ شيخ عليها ومحليها كي تبدأ عمل جو على الميكلة متاعك وانتي الطيب وتصنف جيك ميكلتك ابنينها بقدرة ربي وكان انتي عاد متقلقة ولا حاجة مش لازم الطيب خير احسن حاجة قبل ما تبدأوا الطيب وحطوا قرآن ينحلكوا مكال واكس في الدار وماشاء الله يبدأ القرآنك كي يزعزع صوته في الدار وتبدأ المليكة ديرة بيك وانتي تبدأ عاملة ببون كيفك والله طيب وانتي عاملة كيف وانتي عاملة جو هذا الكل وقفتك اللي على الجازة ذيك راي ثويب في نفس الوقت راي في نفس الوقت عبادة لله عز وجل ميلة طيب وبرة تحسب روحك ليه ليه طيب وتغسل المعون وتنظف دويرتك كله لوجه الله الكريم ان شاء الله ربي يقبل منها ان شاء الله يكون في ميزين حسناتكم الناس الكل امين يا رب العالمين المهم تكونوا متفرهدين فرحانين ديما فكرك في اولادك فكر في امك وبوك فكر في عائلتك انهم يكلوا حاجة بنينة تعملي كيف به حاسي لواي بعد ما كملت هذيك سيئة نتون امرقها وليني قرزيتها كما قلتلكم والشربة سيئة هاي حذرت رحيتها بعد ما رحيتها نحذرت فحاتي بحذية نحط لها الملح وكما قلتلكم والكركم والفلفل اكحل والفلفل احمر وتيبل وكروية ونزيد زيتونة اكيد وبعد رجحها فوق الغاز على نار هيديا واخر حاجة نعمل لها رشا مع الدنوس اكاهاو هذي شربت العدسة متاعي سيئة حذرت دريج ولا درجينة كاهاو بش تشربك النقهة لفحاته براء شربت العدسة متاعنا تونسية بنينة برشا كلها ما نفع وبنوتي تحبها ياسر زيدا وولادي كل يحبوها هي لحقيقة تحية الاولادي اللي قاعدين يتفرجوا فيها توا ونقول لهم شيئة طيبة يعز نيس على قلبي روح قلبي خاطريني كي نبدأ طيب نقولولادي قاعدة تتفرج اكيد وديما نقول لهم ان شاء الله ان شاء الله نتلموا في الخير ان شاء الله نتلموا في ساعة سعيدة اني وحبيبي واصحابي والنيس اللي تتفرج فيها الكل واللي يحبوني هكا بصدق ربي يحميكم وربي يعطيكم على قد قلوبكم امسحنا نظفنا رتبنا عملنا يقول شيء فحاتنا تبيبسيتنا ديما هكا نظاف ومزيانين نرجعوهم بطبيعة خاطري دينا ديما تبدأكا بالميك لوك الواحد هاونا يتمسخو حاسي لو يدور بنوتي لنا في الشويين اذيك دور اذيك اشتعملي تحبكين الشويين اتشيخ علي المهمة بعد اتشيج ما يشرب لفاح بالقدي في ساعتي بلكراه بقدرة ربي ويجيك بنينه وعلى محليه وديما كي تجي وتشوي السويس مزيانة زيدة عليش اللي نقولها ديما البنات اللي ما تعرف الشك السوس اللي قاعدت في وسط الصحفة ديما نمسحو بيها الجيج متاعنا هكا من الفوق كنجيونا قلبوهم منا ومنا الجيج متاعي جيج متاعي زيدة اعملتو باتاتا تون اريقوتا فرماش زيتون كبار مقصوص جويد ميظهرش عظيمة مركوضة في وسطه وقليت بريكيتي اكاو بش نزينو عادة طاولة متاعنا نشوقو الفتر وان شاء الله يربي يتقبل منا سيامنا ان شاء الله وسوم مقبول وذنب مغفور وشي هي طيبة ان شاء الله للجميع وبعدنا من القيوة عربية مع كابت اليون نستنى فيها نستنى باش نذوقها لحقيقة انت عربي جيتني تشارها تشارها جربوها والله متندموش روسيت مزينا وان شاء الله الفيديو بكله ان شاء الله يعجبكم عادة ان شاء الله متنسونيش عاد فاك اللايك عمك اللايك للفيديو ومتنسونيش فاك التعليق اللي حلو كلينا قد نستنى فيها كنفرح كل ولديت الصغاري نحب نفرح نفرح بالكلام الحلو منقبل والله يستقوني عادة عندي ملياني صغيرة حتى من امي وبابا ديما يقولوا يلي ديما نحب نمد حاجة نطيب حاجة نحب شكوني يقول لي محليها جيت بي يبدو يشكروني عرفت نحس بفرحة نحس اللي يعجبتهم معني الميكلة عرفت والله ما نقبل لني مغرومة راوم بالميكلة وديما نطيب أقبل في دارنا سبحان الله معني يعني يومي كنت ديما معاملة عليها في التطيب وكل والله هاو الدنيا دارت وليت عندي قناة ودو جو وبرشة بنيتها كي طيب وكيفي معنيها وإن شاء الله إن شاء الله يا رب نكون علمتم حاجة إن شاء الله تقعد القناة مفيدة للناس ذيك شحاشة معنيها والله يا واحد يقول لك ساعة يعمل حاجة في الدنيا تقعد إن شاء الله تقعد وميجر الله شي قناتي بعد عليك اللي يسرقوا في القناوات وكالجوة ذيك وتقعد كي كالبنيات خستانك لعريسيتك اللي بديو يشددك ما يعرفو شي طيب وانا يتعلموا حوجة بيها فيها منفع يا رب يا رب إن شاء الله عسيل واي كمنا ذي عمك البريك نكملا زي انت ويلتي وكهواي وكيف العادة دعوتي لكم دعوتي لكم اللي نقولها ديما من قلبي إن شاء الله يا ربي هكا ديما فرحانين ديما ملمومين على التاولة وانتو مع عاملين جو متفره دي وديما كلمة الحمد ما تتنحاش من فهمكم إن شاء الله نحمد ديما نحمد ربي هكا عن نعمة اللي احنا عايشين فيها والله نعمة نعمة كبيرة كبيرة والله بقول قسم ورزق رهم بيد الله سبحانه ومعنية إن شاء الله ربي يرزق الناس لكل ربي يعطي لك الزويل يا ربي يا ربي يا غالي وكهو حسيلو باش نخليكم في الضمانة ربي وفي حفظه نتمنى لكم يوم سعيد يوم جميل كيفكم انتوما كيف وجوهكم الطيبة ربي بيركلكم ربي يعطيكم ما تتمنيوا يا ربي يحفظ لكم ولديتكم اهم حاجة ولديتكم وعائلتكم ويرزقهم ان شاء الله وتشوفوهم في اعلى في اعلى المراتب يا رب العالمين قاوتي سيقري بتحذر ليني حذر قيتي ونسلم عليكم الناس الكل ونقلكم بوسة كبيرة سوهم مقبول وذن مغفور وشيتيبة لجميع وكنت فرشتوا على الفيديو هاتف الليني نقلكم ساحة شريبتكم ايو نقلكم تاوبا سليمة باي باي اشتركوا في القناة